مريض خارج مستشفى أسوان مريض غلبان ما معهوش حتى بطاقة ولا هوية هذا المريض كان فيه مستشفى أسوان التخصص الصور موجودة معاكو شباب تم إلقاء هذا المريض في الشارع الكتو إحدى الممرضات طبعا مواقع التواصل أو صوره هو بيرموه كان فيه بقى شاهد عيان صور الكلام ده نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي حايز أقولك مواقع التواصل الاجتماعي مش كلها شر لا أكيد فيها خير كده يعني أهو يعني بتنقلك صورة بشعة فيه أسوان طبعا مواقع التواصل الاجتماعي والناس تعطفت والدنيا نقلبت والمحافظ تدخل والدكتور إيهاب حنفي مدير الصحة راح للمستشفى عشان يعرف ملابسات الواقعة ومدير المستشفى الدكتور أشرف حسين اللي هو نائب مدير المستشفى قرر فورا إعادة المريض طيب هو مين اللي طلع المريض من المستشفى إحدى الممرضات لم يرد في ذكر الخبر أنه قد جرى إحالتها إلى التحقيق أو جرى مثلا خصم فوري من راتب أو جرى أي حاجة انزال أي عقوبة عليها حاجة تانية عشان هذا المريض مثلا ملوش أهل وملوش بطاقة أوية يبقى إحنا سهل جدا نرميه كده يعني تخلي بالك الرمي دا جاي في اليوم اللي الرئيس السيسي بيعلم فيه رأس الدولة أن المواطن المصري أغلى ما نملكه أغلى حاجة على أرض مصر يعني طبعا الممرضة دي لازم يعني ما ينفعش ما ينفعش أتمنى أن وسائل الإعلام تتابع وتنشر السيد محافظ أسوانيو يقول لنا ومدير المستشفى أنتوا عملتوا إيه مع هذه المجرمة الأسمة مريض لا حول له ولا قوة يتم رميه في الشارع بهذا الشكل طبعا الطبيعي أن مديرت الصحة تنطافد والدكتور بس ليه الأمانة تأدير الشخصي وأنا ما دخلتش في النيات أن الليلة دي ما كانتش هيتم الاعتمام بيها ولا كان حد يتحرك ويرجع المريض المستشفى لولا مواقع التواصل الاجتماعي نشرت وزعائت فالناس طبعا بتخاف الدنيا توصل لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو للجهات الرقمية شكرا للمشاهدة